حاجة غريبة جدا جدا والغريب انه مصري بصراحة يعني مش عارف فعلا عمل كده لي يعني عاوز يوصل لإيه وزهنه وده الفين كل اي حد اي حد اي بني قدم عارف انه مش المطار عندنا اغلب مطارات الدنيا ده لو ما كانتش كلها بتبقى فيها زحمة كاميرات انت متشاف من كل الزوايا الممكنة فاي حاجة اي حاجة انت هتعملها انت هتطلقت هتتحرك يمين هتتحرك الشمال هتطلق خطوة لقدام ايه حاطي ايدك في جيبك انت ملقود كتبت حاجة باين انت بتكتب ماشي طيب مصر مرت بظروف شددت الصعوبة شددت الخطورة فمسألة مرأبة المطارات عندنا مرأبة قد تكون بالكاميرات يعني وبالمناسبة الكاميرات اللي عندنا فيها اي اي وبتعلم كلمك بجد مش نظهر مدعومة يعني بهذه التقنيات لا اوتفش الانتليجنس او الزكاء الاستضاعي ليه انا مريت بحربة على الارهاب وجماعة ارهابية كانت بتستولع الحكم في البلد ازحناها يعني لما فالمطارات عندنا مؤمنة مراقبة بالكاميرات باعلى تكنولوجيا ممكنة نيجي واحد مصري جنسية ويحمل جنسية ايضا دولة اخرى دولة اجنبية قالك انا الفلوس اللي كانت معايا اتبدلت في المطار بدلت ازاي يا مولانا قالك اه بدلت انا كان معايا يروهات ودولارات ولما كشفت عنها واخرج بقى من المطار فكشفت عنها وتمام والفحص وبعدين عدت وانا بعدي بقى بستلم فلوسي لقيتها مصري ومحطوط عليها من علوش يروهات ودولارات من علوش لكن المبلغ المتين اتقلب مصري عملنا له سندويتش يعني في المطار بالكاميرات ما يمسيك بالخير يا عمر مصطفى في رمضان في المطار البعيد سازك برضو طب شوفوا معايا كاميرات المرأبة جايبة بيعمل ايه واحدة واحدة بقى طب كاميرات المرأبة بمطارقة هالدولي بتكذب بقى الادعاء شغل عم ودوس على الضرار فراجنا الاخ بيعمل ايه بص بقى هيجيلك دلوقتي هتشوف كل حاجة من اللحظة الاولى من طقطة لسلامه عليكم هركز معايا اخونا دخل اهو بسم الله ما شاء الله عد على نقطة التفتيش طلع الفلوس اللي في الشنطة اللي كان شايلها على كتفه اهو طلع ورق بص 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 الكلارتي وحاجة عظمة بيرجع الحاجة بايده اهي تحطت بايده نظرته ميت فول عده بص بقى طلع الفلوس بايده تاني بقى السلام سلم ها وبيفك القاستك وهونا شايفه قدامي خليك متابع السهم وص يطلعوا اه دي ديوره ده صح اه واضح ان المبلغ ايه اكبر من المسموح بخروجه ها هو الفلوس في ايه وبيتقاله التزم بالحد المسموح لم فلوسه بايده وحطاها في الشنطة في حد لمس ايده ياولاد لا محدش لمس ايده ياعمو يوسف حلوة اوي المسافر خرج من المطار رجع تاني خضع لاجراء التفتيش للمرة التانية طلع الفلوس بايده مسك الموبايل بيفر اخونا رجل الامن فتش تأكد ان ما فيش حاجة محتاجة الى اخره تمام اتحرك المسافر رايح بيراجع زي محددك شايف هناك اهو على مكتب الصرافة معا احد الموظفين في شركة خدمات المطار واقف جنبه ما قربش منه ليمين ولا شمل ولا حر اهو اخونا الموظف بيزقله العربية بتاعت الله المبلغ بتاعه مسكه في ايديه ساب حاجة من ايديه اولاد ابدا حدش عمل واقف هناك اهو بيفتح شنطته بايده اهو بيحط الفلوس بايده اهو في شنطته بايده شنطته في ايده حطها بتاع الرف اللي فوق ده بتاع الترول بيزقب نفسه يعني مهوش حتى بقى هنا ايه اي مخلوق داخل اهو ماشي هناك شاف السامة الاحمر بيشوارلك عليه ماشي هناك اهو من عند كان الكاونتر داخل بقى على الكاونتر يسلم الباسبور الجو اللذيذ ينهي الاجراءات خلاص هو حطش هنا وعارف انت الاجراءة محمد مونير حط الشنطة وحط الساعة بايدك ماشي شنطه شنطته اللي فيها فلوسه وباسبوره وحاله ومحتاله في ايديه قعد على الكرسي باشا برنس برنس شنطته على حجره بيفتح شنطته بييده بيراجع اللي موجود في الشنطة بنفسه لابس نضارته حاجة يعني باشا واحنا مطرنا باشا بصراحة الكاميرا جايبة من كل حتة حبيبي شيء جميل بصراحة وده بالمناسبة لازم بقفهم ده شيء مفيد بالنسبالي انا وانت وغيرنا اي حد بيستخدم المطارات الدنيا فل بالنسبالنا كل حاجة مترقبة كل حاجة تمام حد فينا نسي حاجة على كرسي نسي حاجة جنب حيطة جنب ابتاء مش عقل هيجيلك خد بالك انت الرجل وهو ماشي اخونا الفضل ده وهو ماشي الكاميرات جايبة ايه واحدة وراء تانية واحدة وراء تانية انت شايف الكواليتي شايف الجودة مايجيبهاش ملح بنفسه ملح مين ملح زميل العزيز مدير التصوير اللي على الكاميرا اللي هي اللي بتبقى في وش دي كده واخد بالك اهو قادي قادي ايه ملح مهم قبل ما اللح بقى بص الرجل ام هيروح بقى ايه يخش بقى على الكاونتر بعد كده بقى على الايه على البوابة طيارة كل عام ونحن بخير